تقدروا تستلموا الجثة من المشرحها وتصريح الدفن كمان تشكرا باشا نادي عني بعد يوفل عبدالشافي محروف عطيات محمد عبدالرازي حاضر حاضر يلا يوفل عايزين ناشت بحيلة معلش معلش يا خوبنا اشتفتح يا عم نوفل تخلي بالك على روحك وبلاش ترتاش الكلام وإلا قول لا بلاش انت راجل طيب وعارف مصلحتك كويس وقول حقيقة يبقى من ميت طنت فكريه لو لسه مش عايزك توحشنا يلا يلا عم نوفل التكل على الله ولا شفنا حاجة ولا عرفنا حاجة بلاش ترتاشت الكلام أبو سيدك اخونا يا عبدالله وصلولي فضل موسيقى استنى يا زين محدة ام تحتو اللي استنى تخلص ليت عم ريز الاول ولا رايدو ربنا هيكون موسيقى موسيقى عرب المترجمة موسيقى موسيقى ويسحبوني على هناك وكرموني اكر كرم كنت معبود عليها يا رخرة ولا ايه شكلها كده معرف الزبط المباحث اللي شغال مع المقدم اكرم وجاء تهب بيدي نعارف زين هات مفتح العربية واستنى انت هنا مع الاجالة لغاية يبقى متخلص وبعد كده اخد بركة اروح مع عم نوفا لعلم الشاحة عشان تجيبه جسد عم رزم عشان نحاول ندفينه قبل مغرب وانت هتروح فين؟ اروح ابقى لغ دنيا ده بوها برضو لازم تعرف اللي حصل له حربي ازاي؟ ازاك او السازة؟ شاكتك النهار ده حسن بكتير من يوم قابلتك في الاسم بنخليك دايما انجابرة بقطري معلش بقى مكتوب علينا ان نتقابل في الظروف مش لطيفة حضرتك بقى جاية تعزي ولا جاية في شغل؟ الاتنين بس اي حظي ان انا شفتك بقى مش معني؟ يعني؟ يمكن اقدر اطلع منك بقى اي معلمات عن القدية اصلي بصراحة محدش راضي يتكلم معاي ممكن محدش قادر يتكلم معاكي ولا حتى انت؟ ما يقدر على القدرة لربنا يا استاذة عموما لو عايزة تعرفي اي حاجة شافت جدع بطاقية الوقف في نجده؟ اسمه زين لاشقر هو الوحيد اللي ممكن يقولك على كل حاجة بالإذن اي حاجة اي حاجة زين زين دي جاي علينا اي حاجة اي حاجة انت زهل لاشقر؟ انا اماني الحسنين المصري صحفية في جرنال حق الناس ممكن تساعدني؟ ايه لم اغزة يعني انا هساعدك في ايه؟ يعني؟ تحكي لي كل اللي حصل هنا بالتفصيل ما انا شايفي كنت وقفة مع ظابط المباحث اكيد قالك على كل حاجة زوبات البلوس دول ولا تاخد منهم حق ولا باطل انا عايز اعرف تفاصيل الحكاية اقابل ناس اعاوز اعرف الكلام اللي جواهو اللي ما بيتقلش لحده ابدا ها احكي لي بالتفصيل بقى اللي حصل اسمه يا عزام انا وانت لازم نختم مسؤوليتنا من الهكاية دي رشوان هو المسؤول ضعكت في عربية من عربياته وانت عارف رشوان ومشاكله في السوق تلاقي اللي عمل فيه العاملة دي حادي كان عايز يلها فلوس ولا حادي كل الكلام ده ما يفرقش مع الباشا الكبير بس الكلام دي لازم يوصل للباشا الكبير اسمه يا عزام المركب بتغرج واني مش ناو اغرج فيها مش رشوان هو اللي يغلط وبعدين احنا ندفع التمن مش وقت الكلام ده عندر احنا لسه قدامنا مولاء لاخر الاسبوع ده نعرف البضاعة راحت فين وبعدين لو كل واحد مننا حب يخلع من الورطة دي والباشا حس هيحس ان احنا واقعنا في بعض ومش عارفين نتصرف ساعتها يحملنا كلنا المسؤولية انا رأيي بقى ان احنا نلم الدور ونحط احنا التلاتة قدينا في قدين بعض لحد ما نوصل للعمل عامل دي لو ما وصلناش ساعتها بقى اللي عنده حاجة يقولها يقولها يا دانيا انت يا بيت بيتي يا دانيا يا بيت اسحى بيتك فاكي نوع تفضلي نعمل بالليل يا بيت اسحى بيتك بطالي واخم يو؟ يولي يا بيتك فتال حيابرد في ايه يا ماما في ايه؟ حرام عليكي وعا فيكرا انا اللي جبت النفس بتقعد الواحدي وحد بيزني علي ولا يارفني يصحيني مع السن يا جماع ماشي يا اختي بيتي يا دانيا انت مستنى حد؟ ماشي عال فهجة فاني ماشي ماشي جاية حربي؟ استنى بس استنى ايه؟ انت لو جاه عشان ترجعني المنطقة دي انا مش راجعها تاني انت سمع؟ انت مش جاه عشان كده ومرجاه عشان ايه يا اخوي ايه عشان دونا هي فين؟ دونيا جو مي؟ حربي؟ اللي جابك بادري كده؟ وش شغال هدوبك وتعلي معي؟ هاجي معك على فين؟ اصل عم رزق عم رزق؟ ابويا؟ مالو؟ ايه في حياتك؟ ايه؟ شدي حالك يا دونيا كلنا لا؟ انت بدولي؟ ابوي انا؟ انت اكيد بتغذر انت اكيد بتغذر انت اكيد تغذر أنا عمري في حياتي ما يسيبك كل دي أنا جنب يا ربي معلش يا منوفل مش كدة شد حيل يا شدي حيل إزاي ستاني دقوة أخوة اللي مالش غيم من لله اللي عمل العملة من لله ها أنت عارف مجل عمل كدة بص يا حلولي احنا نشتنا حاجة ولا نعرف حاجة. فضيها سيرة يا اختي. عم نوفي معلى كلامك ده انك شكلك في حد. مين الحد ده? ما بقولك ما نعرفش حاجة دي دي. ما تفضيها سيرة. هنقذنكم. هيا عرفتوا اني القاتل? هيا ماشي ايه اللي اخبار. فضلت ساعدتك. يا جماعة تحيي لسه فولوا. ولسه ما وصلناش لحاجة. وكلكم بتقول الاسم وعرفيني كلكم. لما نوصل لحاجة هنبلغكم بيها ان شاء الله. هيا يا بي اوصلتوا لحاجة. محدش عاوز يتكلم. بس اكيد. اكيد في كتير عارفين اللي حصل ومش عاوزين يتكلمه. حاجة من الاتنين. يا اما بيستطروا على الجاني. يا اما خايفين منه. على العموم اعمل تحرياتك انت يا اكرم بيه. وزا وصلت الحاجة بقابلغني. وإلا هاتطر رأيدي الجناد ضد مجهول. لا ان شاء الله نوصل للجاني في اسرع وقت. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلام. اشتركوا في القناة.